المشتركات نستقبل الليلة ثلاث مشتركات آسيا، ديما و أمر آسيا اللي تعتبر أنها سباقة في طلتها من ناحية اختيار الألوان ودمجها تعترف أنها عنيدة وقيادية ولكن في الوقت نفسها مريحة تتابع التطورات في عالم الموضع من خلال الإنستغرام وهي معجبة جدا بأسلوب المدونة الكويتي آسيا عيدة توقع الفوز بنسبة 60% ديما تجمع النقيضين في شخصيتها فهي على الرغم من هدوءها تعشق عيش اللحظات المجنونة هي متابعة جيدة للموضع لا سيما من خلال المدونة الكويتية آسيا تعترف أن الانتقاد ضايقها ولكنها من فتحة على آراء الآخرين وممكن تاخف فيها خاصة إذا يات من أصحاب الاختصاص أمر تصف نفسها بالبسيطة والاجتماعية والمرحة هي تابعة الموضع بشكل يومي وتحب تجربة كل ما هو جديد ولكن هذا ما يعني اعتمادة فهي تختار لناسبها وناسب شخصيتها لا سيما من ناحية الألوان الهادئة والقصات البسيطة ما عندها أي مشكلة مع الانتقاد وهي تشوف أنها ممكن تفوز بنسبة 50% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الأكثر أناقب وتبقى كلمة الفصل في نهاية المطاف بيد ثلاث حكام موجودين معنا الليلة في لبعش بي ماري لبنة زاكواني المدير الإبداعي والشريك المؤسس لعلامة اندماج الريمسيف يوتيوبر وفلوغر هانا المطروشي المدير الإبداعي ومؤسسة علامة هانا دبي لا شك أن لكل واحدة منهم مسلوبها الخاص اللي عبر عن شخصيتها وراح نسمع أراع الحكام في كل طلة علما أن المطلوب كان لك عملي ومريح مناسب للتسوق أنا أسيا عمري 23 سنة من المغرب اشتركت بالبرنامج لأنه أول شيء لأظهر للناس أنه كل واحد والسطيل تبعه مو لازم يتبع الموضة أو يتبع الناس يعني كل واحد لازم يكون عنده his own style الشوفينج بالنسبة لي علاج نفسي لما يكون متوترة أو زعلانة خس على أي ويب سايت وبطلع وبنزل بطلع وبنزل مو ضروري أو لازم أشتري بس هيك علاج نفسي وبطلع مبتسمة وفرحانة كأني رحت على أي مول في العالم style هي بسميه street classy style كيف؟ بيكون street بيكون casual بس بيكون classy at the same time إنه مو لازم أكون لابسة بس دينام أو جينز وخلاص وسنيكرز دايما بحطيه لمسة إنه yes it's classy بس بتحسيه في نفس الوقت إنه casual بالنسبة لي الأكسسوري شيء كثير كثير مهم في أي طلع سواء كانت casual أو formal أو في event المهم إنه دايما دايما بتشوفي بالoutfit تبع أسيا في أكسسوريز كان earrings كان collier كان watch لازم أكسسوريز عندي الثلة اليوم اختارتها لأنه سوت كثير دارج على الموضة سواء كان casual أو formal أو street classy زي ما قلت من قبل لأنه كثير بحب هيك ألوان وكثير بحب هيك style يكون سهل تلبسيه وخصوصاً خصوصاً للشوبينج لوحدة هيك بتلبس حجاب أو بتلبس توربن بس بلايزر وتروزر خلاص طلعنا ببرة أسيا خلينا نبدأ مع هانا ونسمع رأيها بالoutfit الي اخترتي للتسوق أنا حبيت لك مالها بدا تستخدمت الأبيض مع البينك واستخدمت الويست باك اللي هي سهلة بتكون في الشوبينج السنيكرز بعد بيسهلون عليها الشوبينج أكثر وكسرت بلون التوربنز الأزرق حبيت لك ريم نفس الشي أنا حبيت اختيارتك لللون اللي هو pinkish nude هاللون وايد مناصب ببشرتك والقصة حلوة الخلط اللون مع الأبيض حلو طبعاً كسرتيه بلون التوربن وبعد مناصبتك لذا اوبروال تسا نايس لك لبنا أنا نفس الشيبان عليك بأي style let's you have your own style الشي الوحيد اللي يمكن أغيره الويست باند أحس بس مقصر جسمك يعني مو باين عليك جسمك it's not complimenting you حبيت اختيارت للأتفت والبنطلون الفيتينغ وايد حلو الويست بلت is cute في الأتفت أحلى شي بالنسبة لي كان الpop of color اللي ضفتي في التوربن والإيرن كتير حبيت أرى الجوري لأنه قالوا أنه كنت إن في التام في الموضوع وهيك مع أنه الويست بقصوث كتير درجة على الموضة أول شي لأنه ترينت طبع 2018 هو الcolor black أنه بتلبسي شي نوترل و بتحطي عليه color كثير فلاشي الأورنج هيلو أو بلو بتخول فهيك أنا حسيت أنه لازم نألبس هيك pink head على pop color بيعته هيك funny كجول outfit اسمي ديمة حموري من الأردن عملي 25 عاما اشتركت لبرنامج أول شي لأنه إكسبرينس كتير حلو بغض النظر عني النتيجة الثاني شي لأنه بحب الفاشن ودرست عمارة وفي تعلمت basic principles ممكن يعني هم بالأرت architecture بالفاشن فكتير بستمتع و أنا عم بلبق بالoutfit بناءا على هدول principles harmony, balance, proportion كتير بحب الشوبينغ بيغير لي نفسيتي بيغير لي مزعجي هيك بحسه مثل السحر كل فترة يعني ممكن minimum كل أسبوعين قطعة الأساسية اللي لازم تكون بخزانتي هي الجينز الجينز بقدر ألبسه بأكتر من ممكن ألبسه كاجو ممكن ألبسه فور يعني بقدر أعمل فيه أكتر من إن شاء الله أكيد بيهتم بالإكسسوار لأنه هو بيعطي يعني بيكمل الأوتفت اللي أنت لابستي special choker والإيرنجز هلا بتابع المودة كتير بس مو شرط إذا في شي مثلا أنه نعزل أنه ضروري ألبسه أهم شي يكون بيناسبني أربح اليوم رح أتركها هيك لأنه أنا مستمتعة بالتجربة مثل ما هي لماذا معتش لبنا؟ أحبت تنسيق الألوان شكلها تعرف تختار الألوان اللي تناسبها واختيار بالذات البينك في السكارف مع الشنطة مع الديتيل مع الشوليس طالة كثير حلو بالنسبة لي لكوايد مريح مريح للنظر تحارفين تختارين القطعة اللي تناسب جسمك حبيت البلايزر الماتيري المالة الشوذ كل شي حلو هذا الستايل بعبر عن شخصيتي مية بالمية والألوان الأصصى الماتيريال كاملين رأي اللجنة الإيجابي بدل ما يعطيني أو بدل ما يحمل لي مسؤولي وأحس بالتوتر والضغط بالعكس هو يعطاني بوش لقدام وخلاني أكتر أبتميستيك للتحديات الجال اسمي أمار عمري 25 أنا من سوريا اشتركت بالبرنامج لأنه فكرة كتير مهدومة وحربة لكل البنات كل البنات بحبوا الموضة بحبوا الاتياب فغض النظر إذا واحد ربح أو خسر فهي فكرة لذيذة يعني بعمل شوپنج يعني مو بشكل زيادة عادي كتير لما بحيث أنه جعبال يغير جو ممكن روح على الشوپنج لما بحيث أنه بدي غير نفسي أو هيك فبنس يعني بسهو بشكل مبالغ فيه هلا أنا الستايل طبعي بحب يكون سيمبل كتير بحب يكون عملي بحب يكون مناسب للمناسبة اللي أنا رايحة عليها إذا كانت صهرة إذا كانت شوپنج إذا كان عند رفيقتي على شغلي على حسب عملي بس شكل عام هو ستايل كتير سيمبل وبحب الألوان اللي بتلبقلي مو كل الألوان يعني قطعة أساسية لازم تكون موجودة عندي هي الجواكيت الجواكيت الطويلة لأنه بحسة ممكن تكون رسمية منتكن تلبق على أكتر من شي ممكن تكون سبور كمان يعني بتلبق على أكتر من شي اخترت الطالة اليوم أنه اخترت شي يكون عملي قدرت حرك فيه بسهولة يكون كمان يعني ساعدني بالحركة ما يعني بالحركة إذا بدي بتل إذا بيقعني شي وبنفس الوقت ونكون حلو مرتب إن شاء الله أي ليش إن شاء الله يعني أذبح اليوم بس ما كتير صراحة يعني أنه ما كتير حاسة أنه رح يكون موضوع أصعب إذا خسرته لأربحة لأنه هي بالأخير حدا ربحان حدا خسرا بس هو الموضوع أنه حلو لزيز يعني أمر خلنا نبدأ مع عريم نشوف شنا رايها بالآتفة اللي اخترتي لليوم أمر أنا عجبني تنسيقك للباق مع الشوز مع الجينز حتى الشيء حلو بس أبدا ما عجبني الجاكت قصتها مش بالمناسبة جسمك ومعطيت لك شتوي أكثر فهذا التعليق هانا مثل ما قالت ريم هو كل شيء حلو الألوان حلوة ولكن الجاكت ويت حسيته فورمل مبلغ شوپنج أدى ذن ذات الألوان حلوة ناسج لبناء أوافق مع البنات الألوان حلوة بس لو فتحت الجاكت أو يمكن لو لبستي طاب أبيض يطلع أحلى أنا بالنسبة لي مثل ما قالوا الجاكت يا يتغير يا يكون مفتوح أما باقي القطة أحشوفها حلوة ومريحة وأنتي ما شاء الله عندك جسم يساعدك لأنك تلبسين وايد ستايل لأنك ضعيفة فمتشوق أتشوفك في التحديات هلأ ممكن أن يقالوا هنا ممكن ما يكون خطأ من وجهة نظر وممكن فعلا لأنه أنا مساكلة الجاكت فعاتي لوك شتوي شوي أنه دائما الجاكت هي يعني ستايل هاد بيعطي شوي لوك شتوي بس نفس الوقت بحس أنه حتى لو يعني رجعت بدي أختارها أختار نفس الشي لأنه هيك هذا ستايل تبعي يعني هذا ستايل بحبه والستايل بحسه مريح لألي وخصوصي إذا أنا رايحة أعمل شوك هو الفكرة وأنا ماني ضد رأيهم بالعكس يعني أنا ما أنه ما عندي على رأي بس الفكرة أنه في إلي ستايل معين يعني يمكن بيدون ما حس على حالي لو جهت أختار طالة تاني يمكن أختار شي يمشي مع شخصيتي هو مو لأنه هن قالوا لي أنه جكر أو أنه هيك بس أنه شي يعني ما بتدير بالعكس أنا كتيب أحترم رأيهم لأنه مثل ما قالت لك يعني أنت بتلبسي لألك وللناس كمان ما بس بتلبسي شي أنه يعني يقول لألك فرأيهم يعني يعني بالعكس بحاول أخذ في لش لا تعليقات الحكام الأولية لازم تكون بمثابة إرشادات للمشتركات لتقديم الأفضل خلال التحدي الأول وقبل معا للموضوع التحدي الأول خلوني أذكركم أن الفائزة في سايل مي راح تغادر البرنامج مع جائزة قيمة هي عبارة عن قسيمة بقيمة 5000 درهم مقدمة من محلات لوبي أش بي ماري بالإضافة إلى هاتف هواوي ميت تان لايت المزود بشاشة عرض كاملة وأربع كاميرات أما أولى المهمات فهي تنسيق طلة قوامها القماش وذلك خلال تعثين دقيقة مع إمكانية تدخل 15 قطعة إلى الفتنج روم هذا في مينو ميديو طب الجاكت موجود جوا طب وين في أمسان بيت آه آه يس الأمسان بيت المسادة من في كبير هدأ 22 كيف يمكنك أن تتخلصه؟ أحسن ، أنت لا يمكنك أن تتخلصه ستخلص الناحة تخلص الناحة تخلص الناحة شكراً شكراً واحد دوش تلائة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية طبعاً لا أحلى أبزل الأكسسوار ديماً أنت يعني متوترة إلا صح؟ لقيت شيء مناسب؟ نعم دي تشعيت وكل شيء؟ بس لدي أكشين تاني من الثلاث آه أوكي بس الآتف تخدرتي؟ نعم حلو قبل الفاصل مرت المشاركات للمرة الأولى أمام لجنة الحكام واسمعوا تعليقات أولية عن أساليبهم آسيا نالت أعجاب الحكام اللي شافوا في طلتها تعبير واضح وصريح عن شخصيتها لاسيماً من ناحية دمج الألوان بالنسبة لديما خياراتها كانت جيدة من جهة الألوان والتمسيق وتنتبه لأدق التفاصيل أما أمر فكل عناصر طلتها جيدة باستثناء الجاكيت اللي أعطى اللوق طابعاً شتوياً وهو ما لم يعجب الحكام إشلون راح يحاولون البنات ملاحظات الحكام لصالحهم خلال التحدي الأول وهو القماش المضرز القماش المزين بالتطريزات من الصيحات الأساسية في كل موسم تقريباً وإنها ما تختلف الأنماط خلنا نشوف إشلون نسقوا البنات هالموضوع علماً أنه كان عندهم 30 دقيقة ومكانية تدخال 15 قطعة فقط إلى غرفة تبديل الملابس موسيقى سنبدأ معك هانا شريت في الأوتفت اللي اخترتها آسيا لهذا التحدي حبيت الألوان مع بعض ولكن أتوقع هذا التون اللون الأحمر ما يناسب آسيا وايد استخدمت التوب الأبيض اللي يعطاها فوليوم أكثر فوق عن تحت هذا الشي اللي ما حبيته الجينز شوية كصير يعطيها قسر أضي ذنبات الألوان حلوة ريم أنا بنسبة لي أول ما شفتن لك حسيت أنها ما عجبني بس كلمة أطالعة أحس التنسيق حلو الألوان حلوة الامبوردري بعد باين فيه أنا أحس الأحمر من أصبت شو ما عندي مشكلة في الشي يمكن مشكلتي الوحيدة الأكمام شوي طويلة فلو كان القميص شوي أضبط بيطلع بوايد أحلى لبناء أنا بالعكس حلو أن استخدمت الكروس بادي الشي اللي يمكن أن أغيره مع القميص يمكن جينز ولا جينز بس عشان يعطيت شو الطول لأن الآن جسمك صار يعني شوية مور تريانجل فأحس يمكن لو تغيرين الجينز بس أنا بالنسبة لي حلو لك مريح السليبرز ويد حلوين بس مثل ما قالوا كشكل الجسم ممكن أن يتغير الجينز يكون مورفتت أو أن التوب يكون مورفتت بس أفرار أنا أشوف أنه لك مريح للنظر منذ مشاهدك وليس أن قلبوا الأشخاص قبل أن والجينز لا يدوح أنا كمان أشوف أنه لا يدوح بس من الحلقة اليوم، حمل ضع لأنه لا أردت على فترة والأبرزب صيز كبيرة هو لم يبدو أن أردت على فترة فأنا لا أصبح كم العرد رح أعمل كل مجهودة عشان أعكد للجوري أنه رأيهم ووجهتنا دارون كان يعني كثير أنه أنا الكيف ما فكروا أول ما شافوني رح إن شاء الله بكون أندتو لبناء شنا رايش باختيارات ديما؟ ديما كنت حابة أشوف يمكن أحس أنه إن شاء الله بكثير، يعني الشوز مع الجينز، مع الشنطة، مع الكم، مع الطاب، يعني لو رحتي مع أتلين طاب مع الجينز يمكن أطلع أحلى والشوز مع الفولد حق الجينز أحس تو محش يعني صار تو محش قوينغان وان لك ريم أنا أختلف معاها، وايد عجبني اللوك، إن شاء الله بكثير، أنت قدرت تطلعين التطريز بشكل فانكي، يعكس شخصيتك، إتس تو محش بس أنت مضبطتها بشكل حلو، يعني أنا حابة أني أطلعك أكثر وأكثر اللبس ويت حلو، الشيء الوحيد اللي كتبه غيره التوربن، حانا؟ بالنسبة لي ويت حبيتلك، اتفق معاريم، توزيع الامبرويدري فيه طالع جداً حلو، بالذات الاسفادريل على الامبرويدري طالع ويت حلو، حبيتلك فانكي، فانكي، طالع لشكلها، بس الملاحظة الألوان الغامج متناسبت، فكوني حذرة في المسابقات الجاية أنا وايد حبيت الأوتفيت، نقدر نشوف التطريز، في الكلاتش، في الجينز، في الشوز، يعني حلو، حلو، وايد مناسب، بس اللي خرب اللوك كله بالنسبة لي كان التوربن يعني لو ما أخذ بس بلاك أو نوتش والكالر، عشان الفوكس يكون كله على الامبرويدري لهذا التحدي مرحباً بس أو الظروب сказать، وليس عندما اخذ بس. مرحباً الانشاء المناسبة والألوان الغامج مرحباً أعصده، أنا مرحباً بس هؤلاء التوارب تصرف الجزء، بس بس نوع من الامبراطر، بس هؤلاء التوارب في جميع تصحص الكثير من المعلومات فجيضة ومبس نوع من موضوع اللي ما حبيته اللي دايقني هو التايربان الكاليرفول أمر خلينا نسمع رايرين في الأوتفت اللي خرتي لهذا التحديث أمر انت ركستي التطريس كلها في الجاكت فلو تلفين عشان نشوف الجاكت جدا حلو الألوان روعة وانت عرفت تطبطين باقي الأوتفت على حسب ألوان الجاكت كلها نيوترل كاليرز حبيت المتالك باق أنت شوز عليج ولون الحجاب الأبيض ويد ناسبت ففر مي the look is perfect هانا ويد حبيت أن أمر ويد خذت ملاحظاتنا بعين الاعتبار كانت لابسة بليزر أسود كان ويد مكبرنت في السن لما غيرتلي الأبيض أعطات سن أصغر والأبيض ويد ناسبت ويد فرش عليك الامبرودري على الجاكت طالة كثير حلو تنسيقة أن حطيتي بس التركيز كله على الجاكت طالة روعة مع الكروس باق السلفر طالة حلو لون الشوز حلو ولكن كنت أفضل ستايل ثاني كساندلز أي نوع ثاني أنا نفس الشيء يوافق مع هانا حلو أنك خليتي تركيز كله على الجاكت وخليتي كل شيء سمبل الليجينز والجينز اللي أنتي لابسته حلو مع الجاكت اللي لابسه حتى الطاب اللي جوه إتس فامنن وما كثيرتي نفس الشيء الملاحظة اللي هانا قالتها شوز يمكن أغيره حتى لأوبن فلات شيء أكثر فنكي مثل ما قالوا حبيت أن الفوكس صاير كله على الجاكت وعلى موضوع التحدي اللي هو التطريز فاختياراتك للألوان الثانية البلاك ويا الوايت ويا السلفر خليت تركيز كله يكون على موضوع التحدي وايد حبيت أيضا تفاصيل البريسلت حتيت أنه عطاها تذي لك أجير أكثر هلا لأنه مثل مع قلتي من الأول أنه أنا ما عندي مشكلة لما يكون فيه انتقاد بمكانه فما عندي مشكلة إنه غيره إذا الشي بيناسبني فأنا عملت هيك وبنفس الوقت ركزت على الموضوع التحدي شو هو الحمد لله كان حلي تعليقات الحكام الإيجابية خليتني كتير متفائلة أكتر وزار عندي هيك شوي حماس أكتر يعني قلت هلأ زادت نسبة الفوزي ممكن نزيعدي عن 50% هذا الشي كتير مني كل الهمم مشدودة قبل التحدي الثاني اللي يعتبر مفصليا إذ تستبعد بنتيجة واحدة من المشتركات والإتفادي هذا الموضوع على كل بنت تنسيق السروال الأسود بأفضل ما يمكن 25 دقيقة مع إمكانية إدخال 10 قطع إلى الفتنغروم طبعا التحدي الثاني شلون دايستايل الصوار الأسود مع أنه تحدي بسيط بس حين سنشوف إبداعاتهم في طريقة تنسيقهم للبنترون الأسود بدون هاد بدون هاد اشتركوا في القناة هلأ بدي سكارف أسفل أو شود لا ما بحب بديتر لاحظ أوكي أخذ 38 39 أنا أريد Total بدي خاتم ودي صوار قبل الفاصل وقفت المشتركات تمام الحكام بطلات موضوع حلق ماش المطرز آسي انجحت في التنسيق ودمج الألوان ولكنها وقعت في خطأ فاختارت قميص خل جسمها يبدو أكثر امتلاعا أما بالنسبة لديمة فلبنة شافت أنها تطل فيها زحمة تفاصيل أما ريمو هنع حبوا هالزحمة واعتبروا أنها تعبر عن شخصية ديمة أما أمر فاستجابت لتوجيهات الحكام وأحسنت الاختيار وبدت أصغر سنن بعد كلها التعليقات اطلقوا البنات بحماس لتنفيذ المهمة الثانية وهي تنسيق الصروال الأسود الصروال الأسود من القطع الأساسية في خزانة كل بنت ولابد من اقتناء القصة المناسبة مهمة المشاركات كانت تنسيق هذا الصروال بطريقة تعبر عنهم خلال 25 دقيقة وإمكانية تدخل هانا طبعا فكرة التحدي وموضوع التحدي كان ستايلينغ البطلون الأسود فشنا رأيت بالطريقة اللي أسيا ستايلز البلاك بانت أنا دائما ما حب الأسود هاتو تو بس طالع عليها كثير حلو دخلت التوب الملون بالذات لما دخلت التوب داخل البنطلون طالع أعطها الشيب أعطها طول وايد حبيت اللوك مفقا ريم أنا نفس الشيء عجبني أن عطاتش طول حبيتها مع الهيلز حبيت أنتش دخلتي التوب ولبكتي مع الإيرنغز يو لك سمارت وعجبني اللوك لبناء أنا نفس الشيء قصت البانس مرو حلو عليك يمكن بس بقول لتش نصيحة أخذي اللوور ويس أحلى عليك من الهاي ويس ونفس الشيء تقدري تحط دخلين بتوب البانس بس أفرال الألوان حلو عليك أنا بعد أتشوف أن اللوك وايد حلو مرتب عليه تحبيت الطريقة اللي حطيتي فيها الجاكت خلت اللوك وايد أكثر ستايلش من أنت أنت تلبسينا سو برافو أسيا الحمد لله الحمد لله أنه حبو الطلاب مع أنه كان في معانات مشان ألاقي صايزة بعتروسر بس I was proud أنه حبو كثير طلتي ديما خلينا سمع راي لبناء في هذا اللوك اللوك مره مره حلو باري أليغانت عجبني الهاي ويس بانس ووايد لايغ حلو عليك على جسمك مع أن أنت عطاكي طول فأت باري نايس ريم نفس الشي اللوك وايد حلو بعد عطاك طول it's perfect بالنسبة لي عشرة على عشرة هانا أحلى لوك شفته ووايد أليغانت بورفكت حق جسمك الباك لما حطيتي عليه للتويلت طلعه ويد شيك سوبر أليغانت ويد حلو ديما ما شاء الله ويد مرتبة ويد أنيقة إخياراتك للقطع ميوستالت بطريقة ويد حلوة حتى البلت اللي حطيتي اهتمامك بالتفاصيل الصغيرة أشوف أنه يميزك في أستايل وانا مثل ما قادرت ريم عشرة على عشرة بساطة من رأيهم بكتير حبيت لما حكوا لي إنه إليغانت وإنه كيف ميثمي بالديتيل لأنه فعليا كل شيء أنا مرتبطة وكان يعني لي إنه لازم يكون هيك حتى يطلع بفكت ريم شنو رايج بالآتفة اللي اخترت تأمل حق هذه التحدي عجبتلي إنه هي اخترت ألوان باسيك بس طلاع جدا حلو هو المفروض التاليج بلاك بانتس بس أنا وايد عجبني بعض القميص معه مناصبك مناصب جسمك حبيت تلبيق الشنطة والشوز معه بريفكت لك هانا مثل ما قالت ريم حبيت لك وايد صح أنه باسيك بس وايد فامنان وايد عطات طول عطات شهيب لجسمك أكثر ممتاز حلا لبناء حلو أنه أمر خلاص عرفت جسمه عرفت أشي ناسبها بس يمكن لو بس تحطين إن ألمنت يمكن تغيرين الشنطة وليت تغيرين الشوز بس عشان تعطي your own style للأوتفت حبيت اختيارت للتوب يعني هو في مكان إن نختار بنطلون أسود وستايل طول البنطلون الفيت مالا وايد وناسب للتوب مالا حبيت المستبعدين ما بعرف بس هيك يعني ما بتوقع هذا الشي لأنه حتى تعليقهم بتطلل قبل هاي كانت كتير إيجابية وما أخذت عليها كتير ملاحظات على الشيء كتير بسيط فعني بتوقع خير إن شاء الله بتفعل جوري طبعاً جفتوا المشتركات في التحدي الأول والتحدي الثاني صار وقت تختارون وحدة اتغادرنا من تختارون أثبتت المشتركات إنهم يتبتعون بحس عالي لتنسيق الصيحات بأسلوب راقي وعصي والأهم إن لكل وحد لمستها الخاصة ولكن للأسف تقضي شروط المنافسة بالسبعاد وحدة منهم نعيد ونذكر إن الاستبعاد ما يعني إن المشتركة مو عصرية أو حتى مو على الموضة إنما بكل بساطة كانت الأقل حظاً الليلة تشاوروا الحكام وقرروا إن اللي راح ينتهي مشوارها هي وحدة منكم بين آسيا ديما أمر أمر ديما ولا آسيا الحكام اختاروا آسيا شكراً لك آسيا حسيت إنه راح يتم استبعادة لأنه في كتا الثلاثين ما كنت راضي على ثلاثة مئة بالمئة إنه هيك كان عندي أوتفيت بيجنن بيطلع كثير حلو بس لما بجيب في ديتلز ما بلاقي مسائزي أو هيك شي بس هيك الشعور بالفوز أو الخسارة في برنامج له علاقة بالفشن ما بيأثر علي كثير لأنه أنا كثير كثير بحب الفشن إنه لو بشارك المسابقة أبداً أبداً حبي للفشن ما راح يتغير مكانه ما انظلمت أبداً من طرف الحكام لأنه أساساً لما كانوا يعتوني كومنت قبل ما يقولوه أنا كنت عارفة الكومنت اللي هيقولوه أساساً خصوصاً بالتروسرز أو الألوان أو هيك فأم فاين إذا صارت لي الفرصة لأجرب مرة ثانية أول شي راح أعمل ديت عشان كل المقاسات بتكون مناسبة إلي وبعدين أمشور أنه I can win أذكركم أن جائزة الفائزة في ستايل مي هي قسيمة شرائية بقيمة 5000 درهم مقدمة من محلات لوبيعش بي ماري بالإضافة إلى هاتف هواوي ميت تان لايت وهالجائزة راح تكون من نصيب واحدة من المشتركتين التي تتخوضان التحدي الثالث والأخير أما موضوع التحدي فهو تنسيق طالة مناسبة لمشاهدة فيلم سينمائي برفقة الصديقات 20 دقيقة و7 قطع فقط إلى غرفة تبديل الملابس جد في المجموعة كيف يزال في الأربع ؟ كيف يزال في المجموعة التي تتخوضان أعني كيف أن يزال في أربع ؟ أوه مرحدي كيف يزال في المجموعة ليس لذلك أخذتوني بدي هذا أزرع و بدي أسود بدي أسود يا قصدي ميديم ميديم أمر ما حاب يعطيني ويه التحدي الثالث دائما من فهر ما في وقت و they're very slow اوكي حزرة بالاثنين أعرف العاطفة اللي يتسبسل تلبس بلايزر مع تي شرت و جينز شي وايد سيف و أحس بيطلع حلو عليها مجف ديمة مرغم دهون الوقت أبدا قبل الفاصل انجحوا البنات في تنسيق الصروال الأسود ولكن بنسب مختلفة فآسيا أبرزت شخصيتها من خلال الطلة اللي لم تخلو من بعض الأخطاء التنسيقية أما ديمة فطلتها كانت شيك نالت عجاب كل الحكام دون استثناء أمر من جهتها بدت جميلة بالأبيض والأسود وكان التنسيق على بساطة ناجح بعد ما تشاور الحكام انتهى مشوار آسيا عشان تكمل كل من ديمة و أمر المنافسة من خلال التحدي الثالث و الأخير وهو مشاهدة فيلم سينما مع صديقات مشاهدة فيلم سينماي مع صديقات فرصة للاسترخاء و الاستمتاء والطلع المريحة أساسية ولكن هذا ما يعني أن تكون مملنة كان عند المشتركتين 20 دقيقة فقط و إمكانية تدخل سبع قطاع إلى الفيتنغروت تدخل سبع قطاع إلى الفيتنغروت من المشتركات نبدأ مع الزلغة لنزمق إلى راي هانا بالأطفل الذي اخترت لهذا التحدي حبيت الألوان اللي اخترتيهم بالذات لون الفاستين البينك وايدي ننصب على بشرت حبيت الإيرينجز التوربين اللي حاطتنا أنا نسقتي لون التوب مع الشنطة الشوز اللي غيرتي اللون حطيتي أبيض طلع كثير حلو مع البانس حلو الأوتفت عليك بس ما أحس السينما للسابتكت اللي حاطينا يعني أحب لو كان السينما يكون شي كاجول أكثر ريم أنا أتفق مع هنا حبيت تنسيق الألوان ممتاز أنت من النوع اللي تعرفين تختارين قصات حق جسمت فاللبس يطلع وايد حلو حبيت تطبيط الشوز الأبيض بعد التربان الإيرينجز كل شي حلو أنا أشوفها تكاجول إناف حق السينما لذلك هي ممتازة لأني لبناء أوافق مع ريم أحس اللوك حلو عليك حتى قصة البنطلون حلو عليك يمكن أن أغير الشوز لأن أنت أغير الشوز فالشوز شوي مقصر النج وحتى الحلقة يمكن أن أغيره لأنه تقدري تقولي فانسي حق السينما وائد حبيت الأوتفت أكثر شي عجبني لبنطلون وائد مريح للسينما في نفس الوقت حبيت اختيار القميص لون القميص عليك تس بيري كاجول في نفس الوقت الفتين النظر يعني اللي شوفت بيقول أنه عندك سنسيق هذا شي وائد حلو كثيراً بسطت بتعليقهم وكثيراً بسطت أنه قدروا يعرفوا شخصيتي من خلال الأوتفت بكل الشالنجز اللي صارو هلأ أنا بشوف الأوتفت اللي لبسته كاجول نفس الوقت كثير مرتب يعني كثير مريح كروسباق شوز يعني أنا ممكن بروح سينما بلبس هك نبدأ معك لبناش رأيتش في أوتفت أمر عجبني الأوتفت حلو حلو نها شي آدد البليزر مع التوب اللي جوا قصة الجنز حلو عليك حتى الشوز والباق يمكن بس لو الباق في الهندل يمكن استخدمها كمسنجر باق بس عشان يصير أريح لما تطلعين على السينما هريم حبيت اللوك اللوك محتشم في نفس الوقت سكاجول ينصب حق السينما الألوان حلوة عليك لون البليزر والقصة حلوة كنت أتمنى لو تطلعين من اللون الفضي اللي أنا استخدمتي قبل بس أنيواز هو مناصب عليك وحبيت الشوز وايد تنايس لكم مناسب هانا أنا بالنسبة لي عشرة على عشرة جدا جدا مناسب اللون الفاستي الحلو طالع الشوز جدا رائع مناسب للشنطة مثل ما قالت لبنى لو الشنطة معها ستراف يمكنني أنشلينها كروس باك اسهل بس جدا رائع جميل يعني آتفت مناسب للتحدي نعم مناسب لجسمك نعم الألوان حلوة علي والسكن كالر نعم أحلى ما في الآتفت ستراف لنسبة للباق أنا حبيتها هيك بس ممكن فعلا نكون معن حق بموضوع إنه لو كانت هي أريح بيطلعها كسينما إنه شي عملي فسكون أريح لو كانت ساعد فأعنه أوكي وبالنسبة لسيلفر حسيته أنه هي يعني روحة سينما وليل وهيك فأنه سيلفر بيكون هيك شوي فيه وحركة وخصوصي أن هيك عميين معه كذا فحبيت كتير وهو من ألوان أنا كتير حبة قدم الحكام تعليقاتهم وسمعنا أراءهم ونصيحهم وقبل بدء المشاورات لاختيار الفايزة خلونا نسترجع الطالة الثابقة لكل مشتركة اشتركوا في القناة من تختارون انتهت المنافسة وحان وقت علان النتيجة واعتقد أن العصابة الحين مشدودة أكثر مما كانت عليه خلال التحديات فكل بنت تتمنى أن تفوز ما في شك أن البنتين أظهرتها مجهودا كبيرا والأهم أن كل واحدة منهم تملك مقاومات الفوز ولكن لابد من اختيار الأفضل تشاورة والحكام والفايزة معنا الليلة بلقب أكثر بنت ستايلش هي واحدة منكم بين ديما أمر أمر ولا ديما الحكام اختاروا ديما ألف مبروك ديما ألف مبروك لديما الجائزة هي قسيمة شرائية بقيمة 5000 درهم مقدمة من محلات له بي اش بي ماري بالإضافة إلى هاتف هواوي ميت تن لايت المزود بشاشة عرض كاملة وأربع كاميرات مع السلامة شعوري كثير حلو وغريب حلو الشعور بالفوز كثير كان صعب لأنه كمان أور ما شاء الله شاطرة كان لهيك صعب هلا أنا مش كثير بفوز أو يعني حظي بيكون حلو بكل تفاصيل حياتي فلا هيك استغربت شوي بس كنت متوقعة لأنه أنا لما بيدي ألبس أوتفت كتير بركز على الديتيل وكتير بحاول أبرر كل قطعة عم بلبسها يعني هاي هيك لأنه هيك وهذا هيك لأنه هيك فما بيكون فيه كتير أغلاط بالإجمال تعلمت أنه مقضية على حالي أي إكسبرينس ممكن تكون حلوة مثل هيك تعلمت كمان أنه أعرف أكتر الألوان اللي بتلبق لي وبتلبق لبشريتي لو صعر فرصة أعيد التجربة مرة تانية ما رح أغير شي أبدا لأنه كل اللي يوصلوني لهون كانوا نجحين لو ما هيك ما كنتوا فزر ترجمة نانسي قنقر